مرحبا جميعا اسمي زوي وأنا من نيويورك دعوني أخبركم قصة المصورة ستمنح ألف دولار لشخص واحد محظوظ يشترك في السبعة أيام القادمة أخبروا أصدقاءكم أخواتكم أخوانكم وأمكم بالاشتراك الآن منذ أن كنت صغيرة كانت أمي مثيرة للغاية حاولت أن تكون ممثلة قبل أن تختار أن تكون محامية لكنها لم تفقد قدرتها على أن تكون درامية عندما كنت في الخامسة من عمري وقعت في حب عروض الأزياء على التلفزيون لكن أمي قالت زوي أنت أصغر من أن تشاهد هذا أنا أحب الفساتين الجميلة ابنتي الصغيرة تكبر بسرعة من المفترض أن نرتدي أزياء ونتظاهر بأننا فتية القوة أمي أنت تحجي بي الرؤية هذا أمر ما سوي كان أبي يدعمني دائما بغض النظر عما فعلت في إحدى المرات عندما كنت في التاسعة من عمري قمت بقص فستان أمي لأصنع أزياء رائعة خاصة لأبي كادت أمي أن تصاب بجلطة دماغية فستاني أو لا أو لا يمكنني أن أصنع فستانا جديدا من القصاصات أمي؟ يا إلهي ماذا فعلت لأستحق هذه المأساة؟ انظروا إلى زوي مصممتنا الصغيرة يا إلهي أحبه والدي بدعمه كتبت إلى جميع المصممين المفضلين لدي وأرسلت إليهم أفكاري حتى أنني ارتديت إبداعاتي الخاصة في المدرسة بثقة تامة بغض النظر عن مقاله طلاب الآخرون لكن عندما وصلت إلى الصف السابع مقلبت حياتي كلها رأسا على عقل عدت إلى المنزل لأجد والدي في شجار حاد كشفت أمي سرا كانت قد أخفته عنه طوال هذه السنوات لم أكن ابنة والدي الحقيقية كذبت وقالت أني ابنته لأنها أرادت أن يكون لدي أسرة أسرة؟ مبنية على ماذا؟ ألا كاذيب؟ لا يمكنني تحمل هذا توصلت إليه أن لا يفعل لكن أبي حزم أغراضه وغادر للتو ومنعنا حتى أن نتصل به في لحظة رحل أعز أصدقائي وتحطمت حياتي دخلت أنا وأمي في أكبر شجار في حياتنا وذلك عندما حدث الأمر لأول مرة بدأت أذني بالرنين لم أستطع سمع أي شيء تقوله أمي كان قلبي يتصابق كالحصان ولم أستطع التنفس والشيء الذي عرفته هو أنني فقدت الوعي عندما استيقظت كنت في المستشفى قال الأطباء آه؟ كانت مجرد نوبة هلع تحصل للأطفال كل الوقت إناها بخير بخير؟ أغمي عليها ماذا إن حصل مرة أخرى؟ سيدتي هذه غرفة الطوارئ نحن مشغولون جدا لم أكن أريدها أن تختلق مشكلة لهذا سحبتها بعيدا أردت فقط أن أذهب إلى المدرسة وأتصرف كأن كل شيء كان طبيعيا لكنه لم يكن سمع أصدقائي في المدرسة عن طلاق والداي من أسرهم وعندما عت كان لديهم مليون سؤال لي عندما بدأت أذني بالرنين مرة أخرى وقبل أن أعرف كنت أتنفس بشدة في مكتب الممرضة وشعرت بالذعر قبل الاختبار والنوم وفي كل مرة يسألني مدرس سؤالا في الفصل أمضيت شهورا في المدرسة لأبقى في السرير حاولت أمي إخراجي بمئات الطرق لكني كنت خائفة من التعرض لنوبة أخرى اعتقدت أن الأمور لن تتحسن أبدا ذات يوم في الصف الثامن عندما تلقيت رسالة في البريد غيرت حياتي كانت من أميليا مصممة الأزياء المفضلة لدي في جميع أنحاء العالم أحبت التصميمات التي أرسلتها كتبت مرة أخرى لأنها أرادت التعرف علي رسلتها عبر البريد الإلكتروني وكحمقاء كنت أتحدث عن كل مشكلة في حياتي بما في ذلك الطلاق في اللحظة التي ضغطت فيها على الإرسال شعرت بالأسف لماذا لم أتحدث عن التصاميم؟ كنت مشغولة بركل نفسي عندما عاودتني إرسال بريد إلكتروني زوي لم أتمكن حتى من مقابلة والدي لكني ما زلت في حالة جيدة أليس كذلك؟ تحلي بالأمل وأبقي قوية رائع كانت مثلي الأعلى رأت لأخبر أمي بما حدث وأصبحت درامية كالعادة هل ترأسلين شخصا غريبا؟ عبر الإنترنت؟ من هذا الشخص؟ فقط المصممة الأكثر شهرة في البلاد شعرت براحة شديدة لم يكن علي أن أقلق بشأن مخاوفي أو أحلامي يمكنني فقط أن أسأل أميليا وقد آمنت بي حقا أميليا لديها نصيحة حول كل شيء كنا الآن في الصف الثامن شعر أصدقائي بأنهم بعيدون بعد غيابي الطويل أميليا لديها حل سريع لذلك فقط اذهبي للغداء مع أحد أصدقائك وساعديها إذا سكبت طعاما على نفسها أعطيها قميصا إضافيا من خزانتك ماذا؟ هذا جنون صدقيني ستحبك فعلت ذلك كما طلبت صدمت عندما نجحت الفتاة التي تعثرت فيها سكبت الصود على نفسها عندما عطيتها قميص الإضافي عانقتني أنت منقذتي واو كان هذا سريعا أميليا نجحت أنا أعلم كنت فوق القمة تقنياتها كانت خالية من العيوب تبعت قواعد أميليا بحلول الوقت الذي وصلت فيه للصف التاسع كنت أبلي بلاء حسنا في فصولي وكان لدي الكثير من الأصدقاء واصبحت نائبة لرئيس نادي الأزياء بالمدرسة كانت كل شيء يسير على ما يرام حتى قالت إحدى الفتيات ذات يوم مرحبا جهني هل هذا والدكي سيتزوج مرة أخرى انظري كلماتها ضايقتني كثيرا أطلعتني على إعلان الزفاف وهنا بدأت أذني ترن ليس مجددا لماذا تهزين رأسك هكذا آه إنها تضع أصبعها في أذنيها هل يمكنك القيام بذلك في الخارج هربت من هناك وقلبي تسارع كل شيء كان يدور هل سأفقد الوعي مرة أخرى فجأة تحدث شخص قريب مني كان شخصا لطيفا هل أنتي بخير؟ آه من أنت؟ أنا طالب جديد ابتعد عني من فضلك لم أكن أريد أن يراني أحد بهذه الطريقة ماذا يحدث لكي؟ لا شيء أذني ترن هذا كل شيء كنت أتصبب عرقا وألهث لالتقاط أنفاسي واقترب الصبي اخلعي سترتك ماذا؟ أنت تعاني من نوبة هلع تعرضت لها من قبل حقا البرد سيساعدك صدقيني خلعت سترتي ولم أصدق ذلك كان على حق في اللحظة التي ضربتني فيها الرياح الباردة شعرت بتحسن وبدأت أهدأ هل أنت ساحر؟ ابتسمى وابتعد أنا متأكدة من أني وقعت في الحب من النظر الأولى كنت مقتنعة أن الصبي كان مجرد شبح وسيم حتى ظهر في صف تالي اسمي إليوت أنا أحب الموسيقى ولا أحب الناس شكرا لكم لوحت له وهو جالس ولم يرد ألم يعرفني؟ تبين أنه كان باردا جدا ومعزولا تجاهل كل من حاول التحدث معه في اللحظة التي انتهى فيها الفصل وضع سماعات أذنه وركض ليكون بمفرده أردت التعرف عليه لكن موقفه جعلني أشعر بالتوتر بالطبع كان أفضل شخص لأطلب منه المساعدة هي أميليا نصيحتي الأولى ضعي طرف فستانكي في ساعته أثناء الفصل عندما يتحرك ستكونان مثل متصلان رومانسي جدا لم يكن إليوت خلع ساعته وذهب بعيدا ماذا؟ حسنا يبدو أنه فتى صعب فقط أطلبي منه توصيل إلى المنزل في يوم ممتر أنت تعلمي أنه سيساعدك لقد ساعد بأطائم ذلته وطلب مني أن أمشي إلى البيت هذا لا ينجح يجب أن أتحدث معه بشكل طبيعي ليس إذا كنت تريدين رومانسية حقيقية هناك خدعة أخيرة قديمة أحصلي على مجموعة من الأوراق وأسقطيها في ذرعيه دعيه يمسك بك سوف تنجحين كمحاولة أخيرة أخذت بعض الأوراق بيدي وانتظرت حتى اللحظة المثالية ثم طرت في طريقه ورميت جميع الأوراق في الهواء أمسك بي من كتفي فلوقعت للتو عن قصد؟ لا كاذبة أوقعني وبدأ يمشي بعيدا مهلا انتظر ألا تتذكرني؟ ساعدتني في يومك الأول ما كنت سأساعدك إذا عرفت كم أنت غريبة حسنا وقح ربما حاولت لفت انتباهك ولكن هذا خطأك كنت مثل الملاك الجميل الذي ظهر للتو من فراغ لمساعدتي أنا فتاة ولست حجر التفت بسرعة علي وقال سأذهب بعد فترة ليس هناك فائدة من تعرف علي ماذا؟ أقوم بتغيير دور التبني كل بضعة أشهر أنا لا ألتزم في مكان مشى وقلبي ملتوي لم يكن لديه منزل؟ هل لهذا السبب أصيب بنوبات هلع؟ أردت تواصل معه ولكن لم يكن لدي وقت لنفسي في الأسبوع المقبلة كانت هناك مسابقة أزياء ضخمة في المدرسة كان الجميع من أنحاء المدينة يتنافسون عملت جاهدة من أجل العرض لكن يوم المسابقة دخل رئيس نادي الأزياء مع بعض الأخبار أحد عارضين مصابين بالإنفلونز الغبية لا وجدت بديلا وسيما للغاية في الردهة دخل إليوت وكانت صدمة أنت؟ تنضم إلى العرض؟ أنا وسيم وطويل القامة وكنت وقحا معك لذلك أنا مدين لك أوه شكرا لك أيضا رئيسك يدفع لي خمسين دولار هيا بنا نقوم بذلك ساعدته في المشي واخترت له زيا بدأ كل شيء جيد لا يسعني إلا أن أحمر خجلا في كل مرة ألمسه عندما بدأ العرض كنت أحبس أنفاسي حرفيا بينما سار العارضون في أزيائي كنت أرغب في الفوز بشدة وفعلت في نهاية العرض أعلن الحكام عن اسمي كفائزة وصرخ فريقي بالكامل ركضنا على المسرح لاستلام جائزتنا كادت أمي تصيح بين الجمهور يقدم جائزتنا اليوم ضيف خاص ومفاجئ الرجاء الترحيب أميليا من أميليا ديزاينز وقع قلبي في معدتي رأيت أميليا أميليا؟ تمشي نحوي مبروك أميليا؟ كيف جئتي إلى هناي؟ يا إلهي عانقتها وأنا أبكي وبدأت مصدومة آه هل أنت من محبين عملي؟ أنا زوي كنا أفضل الأصدقاء لسنوات أنا آسفة هل التقينا من قبل؟ لا لكنك كنت تكتبين الرسائل الإلكترونية إلي منذ أن كنت في الصف السابع انظري أخرجت هاتفي وأظهرت لها الدليل لكنها هزت رأسها لماذا أقضي الكثير من الوقت في التحدث إلى طفلة حمقاء؟ أعني آه هذه الرسائل الإلكترونية ليست مني هذا مستحيل آه هي جائزتك حظاً سعيداً في كل شيء هربت بعيداً في حرج بينما كان الناس من حولي يتهمسون شعرت بالإذلال الشديد لم تكن أميليا تراسلني طوال هذا الوقت؟ من كان؟ فجأة لم أستطع التنفس وأصابتني نوبة الهلع مثل الشاحنة بدأت أذني بالرنين بصوت عال لدرجة أنني علمت أنني سأفقد الوعي كان ذلك عندما إليوت أمسك بيدي أنت بحاجة إلى هواء النقي هيئة سحبني إلى الخارج حيث خلعت سترتي بسرعة هذا عندما تلقيت بريداً إلكترونياً من أميليا كان علي أن أتصرف وكأنني لا أعرفك حتى لا أجعل المعجبين الآخرون يشعرون بالغيرة أنا آسفة أرسلت لها رداً مسرعاً لكن في اللحظة التي ضغطت فيها سمعت رنين هاتف في مكان قريب أرسلت رسالة أخرى وسمعت الصوت مرة أخرى وجدت أن والدتي جالسة خلف سيارة ترد على رسائل الإلكترونية أمي؟ زوي؟ إنه أنت؟ هل كنت ترسلين الرسائل البريد الإلكتروني هذا؟ لا دعيني أرى هاتفك لا أعطني إياه أسرعت إلى أمي وأخذت الهاتف من يدها نظرة واحدة على بريدها الإلكتروني وعرفت كانت هي هل تمزحين معي؟ كل هذا الوقت هل كنت أنت؟ ما مشكلتك؟ أنا آسفة شعرت بالذنب الشديد بشأن الطلاق وكنت غير سعيدة بدون والدك لم أستطع تحمل فكرة تعرضك لنوبات الهلع هذا ولم تكني تريدين ذهباً للطبيب كان علي أن أفعل شيئاً ماذا؟ تنتهكي خصوصيتي وتجعليني أرقص على أنغامك مثل القرد هذا ليس مكان عليها زوي كل هذه السنوات اعتقدت أن لدي صديقة حقيقية ظننت أني أشارك مخاوفي وأمالي مع مثالي الأعلى وكان هذا أنتي؟ يا لمضيعة الوقت رميت هاتفها على الأرض وعدت إلى المنزل لم أشعر أبداً بالغضب هكذا كيف لم أرى ذلك؟ كل تلك الأفكار الدرامية من الفيلم بالطبع كانت أمي لم يكن هناك أي طريقة للعودة إلى المدرسة رفضت حتى النظر إلى أمي بغض النظر عن عدد المرات التي اعتذرت فيها نمت للتو في كومة من ملابسي مثل قطة عجوز بعد أسبوع سمعت طرقاً على باب غرفتي ابتعدي أمي أو يجب أن أقول أميليا؟ هذا أنا أيمكننا التحدث؟ كيف عرفت أين أعيش؟ رسلتني والدتك عبر فيسبوك تطلب المساعدة آه لماذا لا تأتي إلى المدرسة؟ هل أنت محرجة؟ ليس هذا فقط منذ أن غادر والدي اعتمدت على أميليا في كل شيء كانت هي السبب في أنني بدأت أعاني من نوبات فزع أقل جعلتني أشعر بالثقة لا يمكنني العودة إلى العالم بدونها الإنسان التي جعلتك تشعرين بتحسن ما زالت في الطابق السفلي أمي؟ نعم صحيح انظري ربما يكون أسلوبها مجنون نعم لكنها تحاول فقط بذل قصار جهدها لرعايتك كشخصاً لم يكن لديه أم من قبل أنا أحسدك نوعاً ما حقاً فتحت رسائل الإلكترونية مع أميليا بعد أسبوع عندما قرأتها وأنا أعلم أنها أمي لم يزعني إلا أن أضحك كانت مجنونة جداً تحاول حقاً أن تكون هناك من أجلي نزلت لرؤيتها وعندما قلت مرحباً سقطت على قدمي أنا أسوأ أمي على وجه الأرض أنا لا أستحق العيش معك دمرت حياتك أنا آسفة جداً سهوي اهدئي يا أمي لماذا لم تخبريني فقط أنه أنت؟ هل تعتقد أنني لن أكتشف ذلك أبداً؟ لم أكن أريدك أن تكرهيني أكثر مما فعلتي بالفعل أردت فقط أن راك تبتسمين كان الأمر ينجح فواصلت هذا أنا حمقاء جداً لقد كنت في الواقع ذكية جداً تحدثت عن حياتها وكأنك هي أجريت بحثاً عنها لأسابيع وقرأت كل كتبها أنت مجنونة لكنك لست أماً سيئة أنا أسامحك عن قطني أمي وهي تبكي شكراً لك أوه أنا أحبك كثيراً يا زوي أنا أحبك أيضاً يا أمي وشكراً لك لجعلها تتحدث معي إليوت يجب أن تسألها إنها معجبة بك حقاً أمي يا إلهي هذا محرجاً للغاية أودو الخروج معها أيضاً ما رأيك زوي؟ أقول نعم